بسم الله الرحمن الرحيم يقول لي صح الخطأ في الكحول الأروماتي تتصل مجموعة الهيدروكسيل مباشرة بشق الفينيل صح؟ لا هذا يصير اسمه فينول صح؟ درجة غليان البروبانول أعلم درجة غليان البيوتانول البروبانول فيه ثلاث كربونات البيوتانول فيه أربع كربونات البيوتانول فيه أربع كربونات أكيد درجة غليانة أعلى إذن هذه إجابتها غلط يقول لي يمكن الحصول على ميثوكسيد الصوديوم بتفاعل الإيثانول مع فلز الصوديوم طبعا أغلب الطلبة هنا راح يحطون صح ليش؟ لأنه يصير تفاعل الفلز مع الألكيل أو الألكان يعطيك شق الألكيل صح؟ غلط يا أبو الشباب لأن هذا ميثوكسيد وهني يريد أن يفاعل الإيثانول لازم تحط الميثانول هنا عشان يعطيك الميثوكسيد إذن الإجابة غلط نحتاج هنا ميثانول يستخدم حمض الكبريتيك المركز في تفاعل الأسترة يساعد على سير التفاعل في اتجاه تكوين الأسترة هذا الكلام 100% صحيح يقول لي ينتج بروميد الإيثيل اللي هو هذا من تفاعل حمض الهيدربروميك زائد الإيثانول اللي هو هل هذا التفاعل صحيح ولا لا؟ طبعا نذكرنا هذا التفاعل يصير استبدال صح؟ هذا يأخذ الـ H والBR ديش مكانه إذن ينتج فعلا هذا المركب يقول لي المركب الذي له الصيغة الكيميائية اللي تشوفونها يسمى حسب نظام الأيوباك 2-ميثيل 2-بيوتانول تعالوا خرق 1-2-3-4 إذن فعلا يسمى 2-ميثيل 2-بيوتانول يقول لي عندها إكسادة 2-فينيل إيثانول باستخدام بروميقنات البتاسيوم طبعا هذي عامل مؤكسد بس حمض الكبريتيك نازع للماء ينتج مشتق أروماتي دعنا نشوف هالكلام 2-فينيل إيثانول إيثانول يعني هذا هو H وهني CH وهني الفينيل صح؟ ونكمل الكربونات هنا ثنتين وهني ثنتين لما سوينا عملية أكسادة وهنا دخل O صح؟ الأكسجين الحرة هذي وإذا تذكرون لأن عملية الأكسادة صائرة بروميقنات البتاسيوم حمض الكبريتيك راح نقول مولين يعني راح ننقل هذا الكحول سيدة إلى شنو؟ حمض كربوكسيلي حمض كربوكسيلي فراح أقول O H وهني C هذي صار عليها رابطة ثنائية O اللي هي هذي نفسها هذي هي هذي تمام؟ شو يبقى عندي؟ يبقى عندي CH2 ثم بعدين البتاع هذا ما رأيك؟ هل هذا أروماتي ولا مو أروماتي؟ أقول له والله يا الحبيب تشوف البنزين مو متصل دايركت بهالمجموعة صح؟ متصل هنا يشق الفينير متصل هنا إذن هذا ليس مشتاق أروماتي نقول لي يتأكساد 2 بروبانول بواسطة بيربنقنات البتاسيوم وينتج الماي والأسيتون خلنتأكدنا هالكلام بروبان ثلاث كربونات صح ثلاث كاربونات صح ثنين هنا يأكسر وكمل البادي هذا اسمه ثلاث كاربونات إذا أعطينا أكسجين يهي من من قلنات البوتاسيوم شنو الناتج؟ الناتج جماعة الخير سأثن فقيم الأكسجين سأخذ هيدروجينه وهنا ويقومون الماء هذا الناتج الأول ستكون هنا ثاني رابطة شنو ثنائية فرح ينتج عندي CH3C رابطة ثنائية O CH3 شو اسم هذا؟ البروبانون أو الأسيتون إذن إجابة صح نقولي جميع المركبات التي تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل تعتبر كحولات هل هذا الكلام صحيح؟ لا مو صحيح ليش؟ لأنه في الفينولات صح؟ عند إحلال أو استبدال ذرة هيدروكسيل من حلقة البنزين بمجموعة هيدروكسيل يسمى المركب فينول كلام صحيح الصيغة العامة للكحولات الأليفاتية وحادية الهيدروكسيل كلام شنو صحيح من Cn H2N plus 2 نفس الألكانات اللهم زياد عليها شنو O الجلسرول يعتبر من الكحولات الأليفاتية الثالثية الثالثية؟ الجلسرول كنا نقول كذلك صح؟ ثلاث كربونات عليها ثلاثة O H هذا ما يسمونهم؟ يسمونهم ثلاثية الهيدروكسيل ليس الثالثية الثالثية يعني كذلك قايلة هنا أر وهني أر وهني أر وهني أر هذي كربونات ثالثية فيعتبر الكحول ثالثي هذا الجلسرول مو ثالثي ولكنه ثلاثي الهيدروكسيل المركب الذي له الصيغة الفلانية يسمى واحد بروبانول كحول يعني لا مو كحول ال O H مقلوبة معناته غالبا أن هذه الرابطة قايلة تشديه صح؟ وإذا توهقت بالامتحان ما عرفت رسمة وراح يبين وياك من عدد الهيدروجين أن هذه الكربونات عندها هيدروجين واحدة خلاص معناته هذا الديهايد إذا الإجابة شنو؟ خلاط يسمى المركب هذا فينيل ميثانول شرايكم أنتو؟ كربونا واحدة يعني ميثانول وفينيل هذا كلام صحيح تتميز الكحولات الأولية باحتواءها على مجموعة هيدروكسيل متصلة بذرة كربون غير طرفية قصدك أن ذرة الكربون هذه تصير بين R و R وهنا في O H هذا يصير ثانوي مو أولي إذا غلط درجة غليان الكحولات أعلى بكثير من درجة غليان الألكانات التي لها نفس الكتلة الجزائية صح الكلام ليش؟ الكحول في O H يسوي روابط هيدروجينية بينه وبين بعضها فترتفع درجة غليانه من درجة غليان إيثانول بالصل أعلى من درجة غليان كحول لبروبيل الإيثانول duy صح وBe engaged في كربونتين وهذا في ثلاث كربونات كلهم كحولات تدافع كحول وكحول كربوناتين كل شيئة كانت ثلاث هذاه أعلى درجة غليان تقل قابلية ذوبان الكحولات في الماء بزيادة الكتلة الجزائية كل ما زاد الكتلة الجزائية غابة الخاصية القطبية ينتج 1 بروبانول عند إضافة الماء إلى الابروبين في وجود حمض الكبريتيك المركز الابروبين منه 1 2 3 هذه رابطتين وهذه رابطة ثلاث هيدروجينات هنا هيدروجينة واحدة وهذه هيدروجينتين زائد ماء صح ماذا يعطينا 1 بروبانول دعنا نحلها قلنا أن هذا OH و H صح و قلنا أن H يحب H وهذه عليها Hين معناها H هذه بتروح هنا صح و الOH بتروح أين بالنص لأن أقل Hات حلوة Hات معناتها هذي بتصير C وهذه OH وهذه بتصير C H3 يلا خلنا نضبطها لكم H3 شطبنا ذول وهذه H3 وهذه C H ماذا رأيكم؟ هذا ما اسمه؟ هذا اسمه 2 بروبانول إذا لا ينتج 1 بروبانول ينتجه 2 بروبانول الجزء المتبقي من الكحول بعد النزع ذرة هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل يسمى الكوكسيد ماذا يعني؟ يعني ROH أي أنا أشيل شنو؟ اله ماذا نسمي هذا؟ نسمي الكوكسيد مثل لما حطينا هني صوديوم نصير الكوكسيد الصوديوم مثل ميثوكسيد الصوديوم صح؟ عنده تفاعل حمض الإثانويك مع الميثانول يتكون ميثانوات الإثيل والماء منه الإثانويك هذا؟ اللي هو الأسيتيك CH3 COOH صح؟ زائد الميثانول منه الميثانول؟ CH3 OH ماذا يحدث بها التفاعل؟ اله تأخذ منه الOH وتسوي لي ماي هذا خلصنا منه وبعدين نشبك الباجي كله ببعضه فينتج عندي CH3 COOH CH3 ماذا يسمى هذا الإستر اللي نتجه؟ لاحظ أن هذا الجزء من أين؟ من الحمض الكربوكسيلي فراح أسميه إثانوات إثانوات وهذا شنو؟ ميثيل فراح أقول إثانوات ميثيل وهو شقايل؟ قايل العكس ماته غلط الصيغة الكيميائية اللي إستر بنزوات الميثيل هي اللي تشوفونها صح لا مصح لاحظ هني شنو عندك؟ عندك هذا الجزء هو اللي ياي من وين؟ من الحمض الكربوكسيلي إذن هذا شنو؟ ياي من الحمض الأسيتيك يعني هذي أسيتات صح؟ أو إثانوات عدل؟ إذن شنو راح أسميها؟ راح أقول هذي أسيتات أو إثانوات الفينيل إذن الكلام شنو؟ غلط يقول يتفاعل الميثانول مع كل من الصوديوم وهيدروكسيد صوديوم ينتج ميثوكسيد صوديوم غلط هذه الجملة تكون صحيحة لو ماكو هيدروكسيد صوديوم تعتمد نواتج تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع الإثانول على درجة حرارة التفاعل وكمية الكحول طبعا كلام صحيح لنا نتذكرون لما كنا نستخدم التفاعل نفسها درس حرارة 140 سيليزي كان يعطينا إثر 180 سيليزي كان يعطينا شنو؟ الكين صح؟ وكنا في الحالة الأولى نستخدم مولين من الكحول وفي الحالة الثانية مول واحد إذن كلام كله صحيح يقولي عنده أكسدة الإثانول تماما بسخدام برمنقنات البتاسم ومحمضة يتكون الأستالدهايد كلام صحيح ولو مصحيح تذكرونتو قلنا لما نستخدم إثانول يعني كحول أولي ونحط له هذه الأكسجين الحرة هذا معناه هذا عامل مؤكسد يعطينا الأكسجين الحرة محمضة يعني فيه H2SO4 مو سالفة يعني شنو رح ينتج عندي؟ رح نقل مولين هنا لأنه رح يصير خطوتين مو خطوة واحدة نتفاعل تام ورح ينتج عندي الحمض الكربوكسيلي المقابل وأول شي تكون أستالدهايد لكن رح يكمل الأستالدهايد ويعطيني شنو؟ CH3COOH ها نش كتبته هنا لحظة CH3COOH هذا هو الناتج النهائي لعملت الأكسدة إذن هذا الكلام خطأ زين عند أكسدة كحول الميثيل يتكون حمض الأستيك ولا شوف كحول الميثيل مناتة CH3C كربونا واحدة صح؟ ونسي لكن حمض الأستيك في كربونتين ما يصير أنا إذا أكسد كحول في كربونة يطلع لي حمض في كربونة ليس كربونتين وينيت الثانية لأن هذا غلط عشان نصلح هالجملة نقول كحول الإيثيل تطلع صح؟ زين عند أكسدة واحد بروبانول ينتج لبروبانال وباستمرار الأكسدة ينتج حمض لبروبانويك هذا الكلام صحيح وذا بتشوفون نفس المعادلة اللي فوق واحد بروبانول شنو؟ أولي صح؟ صح؟ CH3 CH2 CH2 OH لما نسوي لعملية أكسدة تامة راح يعطيني حمض كربوكسيلي في ثلاث كربونات CH3 CH2 COOH يعني راح نحول هذه الكربونة مع الOH مالها إلى COOH يعني راح يتكون عندي حمض البروبانويك عند أكسدة 2 بروبانول ينتج الأستون هذا الكلام صحيح أظن توني شرحناه نقولي عند أكسدة الإيثانول بسخدام بمقنات البوتاسيوم المحمضة ينتج الفورمالدهايد ثم حمض الفورميك إيثانول في كربونتين فورمالدهايد كربونة واحدة وين طارت الكربونة الثانية كلام غلط عملية الأكسدة ما تنقص الكربونات تابعون شرحها هذا إيثانول CH3 CHOH وهنا نضع اثنين ها أكسدة شنو بينتج؟ بينتج عندي ها CH3 C رابطه ثنائية O H شنو نتج؟ الفورمالدهايد لا الأستالدهايد هذا نكيد الكلام غلط هناك 2 بروبانول يعتبر hike ين يلعuti هانية ثنائية ونكيد أول fas هذه وست tract ل guns الكربونة التقدم ort و Со صبت الجلس رول يعتبر من أي كحولات الجلس رول اللي اتفقنا قبل شوي هو تشذيقائل وهذاك الخطي عبر عن H وحادية هيدروكسيل ثلاثية هيدروكسيل ثالثية أولية ثلاثية هيدروكسيل نقول لي أحد الكحولات التالية يعتبر من الكحولات الثانوية شاني يعني ثانوية يعني هذه الOH هاي الملتبطة في C هنا و C هنا أو R هنا و R هنا أي واحد فيهم هذا أولي وهذا هم أولي الجلايكول إثلين هذا في 2 OH أصلا ثلاثة بنتانول سنشوف شون قايل هذا بنتان معناته خمس كربونات على رقم ثلاثة في OH معناته هذا فعلا هذه كلها R وهذه كلها R هذا فعلا ثانوي يعتبر كحول الآيزو بيوتيل من أي كحولات آيزو بيوتيل شون نرسمه ها شذي عدل هذا آيزو بيوتيل وهني في ثلاث كربونات ثلاثة هيدروجينات يعتبر من الكحولات الأولية ثانوية ثالثية ثلاثية 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 هيدروكسيل ما رأيكم الكربونات هذي شنو أولية لأنها مرتبطة بكربونات واحدة صح لأن يعتبر من الكحولات الأولية قولي أحد الكحولات التالية يعتبر كحول ثالثي طبعا الدور اللي فيه نفس الرقم ها ليش؟ لأن هذا بروبانول ثلاث كربونات اثنين ميثيل اثنين بروبانول معناته طبعا نكمل هذه الهيدروجين هذه لو تلاحظها مرتب طب واحد اثنين ثلاثة كربونات معناته ثالثية إذن هذه هي الإجابة هذه هي الصيغة العامة حق منه ارسمها بوي لا تعطل R و R هذا شنو؟ هذا كحول ثانوي صح؟ لأن الكربونات هذه متصلة بشقين R طبعا مرابط ثنائية هذي بس قا عشر لك هذا كحول ثانوي الاسم الشائع للمركب الذي له الصيغة الكيميائية هذي وهو منه تلاحظ أن هذا قايل شذيه صح؟ وهي هذي بعدين CH2 بعدين OH فهذا نسمي كحول البنزايل أن هذا كله بنزايل وهذه OH من الطرق العامة لتحضير الكحول الأولي طبعا هي تميه هذه الألكيل المقابل في وسط قلوي تذكرونه RX زاد NA OH يصير شنو؟ الأكس ياخذ NA والOH يتيهني فإنتج عندي R OH والجيران قا يطقون مطرقة عند تفاعل الكحولات مع الفلزات النشطة ينطلق غاز الهيدروجين تتكون أملاح شنو نسميها؟ نسميها الكوكسيدات إذا أنت لم تأكد ش تسوي؟ تقول والله كحول مثلا خل نقول CH3 OH هذا أصغر كحول عندي زاد فلز نشط NA مثلا شنو راح يعطيني؟ راح يعطيني CH3 NA زاد شنو؟ ONA طبعا هني زاد H2 ونضرب هذا كله بثنين لعيون H2 فشنو نتاج عندي؟ ميثوكسيد الصوديوم إذن هو الكوكسيد تنتج الإسترات من تفاعل منه مع منه من تفاعل الكحول مع الحمض الكربوكسيلي إذا تذكرون كنا نقول شذي R COOH زاد R OH O H ال H هذي بتاخذ O H هذي شنو بيطلع عندنا؟ R C رابطة ثنائية O R اللي هو شنو؟ إستر زاد H2O طبعا المركب الذي يتفاعل مع الميثانول ينتج إستر اسمه بنزوات الميثيل منه قلت لي إنتج إستر اسمه بنزوات الميثيل ارسم لي بنزوات الميثيل هذا الميثيل وهذا COO وهني شنو بانزين أبي أنتج هذا من تفاعل الميثانول CH3 OH مع منه بالضبط عشان يعطيني بعد راح يعطيني ماهي صح؟ هذي ال O H راح تروح مع ال H الياية من هنا صح؟ راح أشيل راح أقول هذا الحبيب هذي O O و نعطي و نعطي H ماهي الهيدروجينة و تصير رابطة ثناية بينها الكربونة و الأكسجينة هذي راح يصير عندي المركب بناتج CH3 هي رابطة ثناية O CH3 موجود؟ اي موجود هنا و هنا بس لاحظوا الفرق هنا الناتج هي H2 هل استخدمنا أكسجين؟ لا أعلم مين بيطلع الماء؟ احنا استخدمنا النحاس معناتها بيطلع عندي بس ال H2 تصاعد غاز الهيدروجين نقول لي أحد الكحولات التالية لا يتأكسد عند تفاعله مع بربنجلات البتاسيوم ليش ما يتأكسد؟ معناتها ماكو هيدروجين على كربونتنا ال O H صح؟ هناك كحول ثالثي اذا صار تشذي هذا ما رح يتأكسد لانه ما عنده هيدروجينة هنا ماكو هيدروجينة منو فيهم ثالثي؟ هذا رسمه بروحك وشوف قولي عنده تفاعل إيثانول مع كلوريد لهيدروجين يتكون الماء ومركب عضو يش اسمه إيثانول C2H5OH زاد HCl شن رح يعطونا ذول؟ تلاحظنا ال O H رح ياخذ حبيبه ال H ويسوون شنو؟ ماهي تمام؟ ويبقى C2H5Cl هذا شسمه؟ كلوريد الإيثيل عند إجراء التحلل المائي لبروميد الإيثيل في وجود هيدروكسيد صوديوم ثم إضافة قطعة هيدروكسيد صوديوم للناتج تصاعد الهيدروجين ينتج مركب يسمه بروميد الإيثيل كهو ها C2H5BR حطينا له هيدروكسيد صوديوم شنو بيصير؟ نحن ندري إنه الحبيب هذا بياخذ صديقة بيعطونا N-ABR زاد شنو؟ أكمل ناتج تحت ما عليه C2H5 OH طلع عندي شنو؟ كحول قال لك ثم إضافة تنتبه هذا تفاعل ثاني الحين ثم هناك تفاعل ثاني وصيدك فيها بالامتحان قطعة من فلز الصوديوم إلى الناتج هذا الناتج حطينا له قطعة حين تفاعل يديد من فلز الصوديوم شنو بيصير؟ سيطلع الهيدروجين ويدي مكانه الصوديوم صح؟ عدل أو معدل؟ طبع معدلة مو موزونة يعني بنضرب كلها باثنين مو مهمة الحين الحين الحتي هذا منه هو قد يسألني يتصاعد الهيدروجين كهو تصاعد ينتج مركب شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ هاي جماعة اسمه إيثوكسيد الصوديوم أكمل معدلات التالية هذا عندك كحول سخنته دلت حاطه ثمية ومررته على شبكة من نحاس ما سينتج؟ ستصاعد غاز الهيدروجين وراح يصير شيء غاز الهيدروجين لماذا تصاعد أصلا؟ لأن الهيدروجينة وواحدة من هالهيدروجينتين اطلعوا مع بعض وتكونت رابطه ثنائيه هنا ماتح يصير عندي CH3 CH2 CH2 هذي لكلهم نفس ماءهم لكن هذه مساوي رابطه ثنائيه ويبقى عندها هيدروجينة بناتج هذا التفاعل تلاحظ عندي الكين حطيت عليه ماء وجود H2SF4 حمد الكبريتيك هذا متفقين O, H و H اله راح يروح حق المكان اللي فيه اكثر هيدروجينتين و اله راح يروح حق المكان الثاني وهذه سمن ديقة مثل ما اتفقنا من قبل صح؟ نعلينا من رابطه ثنائيه طرفينها اذا وراح تنكسر طبعا رابطه ثنائيه بتصير رابطه وحادي اذا راح يطلع عندي CH3 نفس مائه CH احني OH وهني CH3 هذا مثل ما انتم شايفين كحول راح ادخل عليه اكسجين بسوي العملية اكسادة بستخدام برمنغانات البوتاسيوم و حمض الكبريتيك شنو بيصير؟ الاكسجينة هذي بتاخذ هيدروجينة مهنية وهيدروجينة مهنية ويسوون شنو؟ الماي يعني هتراح يطلع عندي H2O زائد المركب بكبره C6 H5 C يعني رابطه ثنائيه مع O ايش رابطه ثنائيه لنشلنا الهيدروجينتين H5 عندي هذا الكحول دخلت عليه أكسجين بسخدام برمنغانات البوتاسيوم و H2O عمل مؤكسد يعني ماكو شي شنو راح يصير احنا نذكر هذا التفاعل راح يكسد عليه الحمض الكربوكسيلي الخطوة الاولى راح يسوي الدهايد الخطوة الثانية راح يسوي حمض كربوكسيلي احنا ما تهمنا الخطوات اهمنا ان نكتب الناتج النهايي فانا بنحول هذا الى حمض كربوكسيلي هذا كحول اولي بدلا يصير CH2OH راح يصير هني COOH بس هذا كل الموضوع فراح اقول الناتج النهائي وهو هذا يا رب تكونوا استفدت والحمد لله رب العالمين